أهلاً وسهلاً بكم تحية عراقية تحية طيبة وسلام المسيح معكم اليوم سنقرأ مقطع من الإنجيل وأحكي لكم قصة قصيرة ومعبرة إنجيل متى صاح 28 والعدد 20 مكتوب وها أنا معكم إلى انقضاء الدهر القصة تتكلم عن شخص الشخص هذا كان نايم وشاف حلم وهو بالحلم يشوف أنه يمشي على الرمل على البحر ويمشي هو مع الرب ويشوف أطبع الرجل تبين أنه فيه شخصين يمشون وبنفس الوقت يمر على النقاط الكبيرة والصعبة التي مرت بحياته من ضمن الأمور اللي كان يشوفها كانت الظروف الصعبة والقاسية ووقت اللي هو كان يمر بظروف الصعبة والقاسية هو لاحظ أنه طبع الأرجل تكون لشخص واحد فقط طبعين بيكون مو أربعة وهو هنا بدأ يلوم الرب يقول له أنت هملتني وانت تركتني وانت خليتني بوحدي في وقت المحنة وهذا الدليل الطبع اللي موجود على الرمل والطبع الموجود مع الأرجل بيبين أنه أنت يا رب هملتني والرب جوابه قال له حبيبي وغالي على قلبي أنت كل الأوقات اللي بتشوف بيها طبع أرجل لشخصين هذا دليل على أني كنت معاك ودائم شوي اك لكن وقت اللي بتشوف طبع لأرجل شخص واحد وهي في الظروف الصعبة هذه كانت طبع رجلية وانت كنت محمول في حضني وانا ده أمر وده عبرك في ظروفك الصعبة يعني ما تركتك ولا أهملتك ولا مرة وفعلا الحقيقة اللي بنشوفها الله مو بس ويانا كل يوم لكن بظروفنا الصعبة هو بيحملنا هو بيكون أقرب إلنا هو بيجي ويعزينا هو بيجي وبيمر ويانا بتحدياتنا أبوي السماوي ما رح يهملني ولا رح يتركني وهذا بنشوفه في الكتاب المقدس هو دائما مهتم بينا بالصغيرة والكبيرة هو دائما عينا علينا هو دائما يريد يجي فعلا ويرفعنا ويعلينا ويساعدنا أغلب الأحيان نحن ننطي مجال بنحاول نعتمد على قوتنا وعلى حكمتنا هاليوم أنت محمول في أيادي السماوية والربي باركك شوفك بالحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة